موسيقى مصبح عليكم بالخير من جديد وصلنا لفقرة التغذية مع خصائية التغذية ربا مشربش واليوم رح نجاوب زي كل يوم خميس عن أسئلتكم عبر السوشال ميديا واليوم خصصت ربا الأسئلة وموضوع الأسئلة عن الحميات الشائعة وأكيد في القسم الثاني من الفقرة راح نستعرض مجموعة من السعرات الحرارية لمجموعة من المشروبات أهلا وسهلا فيك ربا صباح الخير أهلا روان كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك رح نحكي عن أنواع من الحميات يمكن للأسف إحنا بنعرف قد في موضوع الحميات هذا شائع أنا عملت حمية البروتين أنا عملت حمية الماء حمية التمر واللبن يعني صورنا نسمع حميات إلها أول ما إلها آخر وعم بيطلع كل يوم بشي جديد بالزبط فعشان هيك حطيت سؤال طبعا زي دايما إحنا بنحطه يوم الثلاثة وبحب أشكر كل حد عم بتواصل معنا بحب المشاركات من الناس لأنه في كتير أنواع رجيم وبدي أنبه على شغلة أنه دايما بيحكولنا يعني كنت أقرأ من الأسئلة أو مرات بقرأ من الأسئلة على صفحة روان أو على صفحة رؤية بيسألونا أعطونا رجيم يعني إحنا ما منقدر دايما هاي دي أنبه عليها إحنا ما منقدر نعطي رجيم هيك بشكل عام لكل الأشخاص ما في رجيم بنطبق على شخص منقدر نعطيه لأي شخص تاني عشان هيك إحنا عادة لما نعود مع الشخص بنا نوصف حمية معينة بناخد طول الوزن منتأكد من شو بيحب يأكل كيف حياته كيف نمطه منقسم له الوجبات على حسب نظامه وحسب هو كيف نظامه الغذائي وحسب صحته وفحصاته فكتير ناس سألوني هذا السؤال إنه بدنا رجيم لكل الأشخاص بشكل عام منقدر نعطي نصائح بشكل عام ولكن رجيمات مخصصة أو رجيم نعرضه لكل الأشخاص أكيد صعب ومش طريقة صحية لعرض النظام منقدر نعطي حكينا بحلقات سابقة حطينا أمثلة عن حميات كيف لازم تكون صحية أمثلة مثلا فيها سعرات معينة ولكن بشكل عام لكل الأشخاص أكيد فيه اختلافات بين الشخص والتاني ما بوزبط بهذا الموضوع صحيح طيب إذا رح نبدأ بالأسئلة أول سؤال من تقل زغول يريد تعطينا مشروبات لتخلص الجسم من السوائل أوكي هلا هي سألتنا عن عم تسأل عن رجيمات لا ما بدها بدها مشروبات بتخلص الجسم من السوائل أوكي هلا مشروبات بتخلص الجسم من السوائل عادة إذا فيه تحبي السوائل أو الشخص عنده يعني حبس السوائل بجسمه بيكون عنده مشاكل يا ارتفاع ضغط يا بدنا ننتبه أنه المشروبات مناخدها أو الأطعم اللي إحنا مناخدها ما بده يكون فيه عندنا ملح زيادة على الطعام عشان بيأدي لمشاكل الأشخاص اللي عندهم تحبي السوائل ولكن مشروبات معينة تخلص من السوائل ما فيه الحمية بشكل عام الأشخاص بدون ينتبهوا أهم إشي للملح أو أي صلصات تانية فيها ملح يعني عادة مثلا مرقة الجاج الجاهزة اللي بنستخدمها بيكون فيها كمية ملح بدنا ننتبه لكمية الأملاح اللي إحنا بنستخدمها لارتفاع ضغط الدم الحمية بده تتغير ارتفاع ضغط الدم أهم إشي أول إشي الملح بدنا نخففه المعلبات نشطفها قبل ما نستخدمها يفضل نروح على الأطعمة الطازجة والمفرزة وكمان في عنا الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم زي الموز المشمش الخضار والفواكب ننكتر منها لأنها بتساعد في خفض الضغط طيب السؤال الثاني من ميماس بتقول شو في أكل مفيد بعد الأربعين في سن الأمل خاص طبع أنه سن الأمل بعيد عن الأربعين شوي هلا هو بيعتبره فوق الأربعين يعني تقريبا هلا بسن الأمل إحنا عادة منركز على منخاف أنه يصير في عنا معرضين لعدة مشاكل صحية فعادة منركز على كميات كافية من الكالشيوم بدهم ياخدوا تقريبا ألف ميلي جرام من الكالشيوم اللي هو تقريبا ثلاث أكوام الحليب أو حليب مع لبن وجبني لازم يكون يوميا خضار وفواكب ضرورية إشي طبيعي عادة بعد انقطاع الدورة الشهرية عادة بيصير في عنا سفيزيادة في الوزن فبدنا ننتبه أنه يكون في عنا حركة مع نظام غزائي مناسب والحبوب الكاملة أكيد في النظام بس هم معرضين لزيادة وزن إشي كتير طبيعي فبدوا يكونوا ينتبهوا أكتر لحالهم من السنوات السابقة تمام سؤال الثالث من سالم شامي بيقول أنه أنت بتحكي ربا أنه حصة العدس اللي هي تلت كوب هاي هي الحصة اللي بنعرفها ولكن مستحيل تشبعه فأنت لو تقولي له كوب أو أكتر يمكن أن تشبعه فإيش ممكن يعمله أحبت سؤاله لأنه شكلها مش واصل الفكرة إحنا لما نحكي حصة مش حصة يعني أنه أنت مسموح لك لأن لما نحكي مثلا حصة الخبز واحد توست مش إنه مسموح لك واحد توست الحصة هي بالتغذية مقدار معين من السعرات الحرارية إحنا مقسمين مجموعة النشويات والبروتين والفواكه والخضار لحصة كل حصة فيها مقدار معين من السعرات الحرارية والبروتين والدهون وغيرها يعني الحصة واحدة من النشويات فيها 80 سعر حرارية و 15 جرام من النشويات اللي هي 1 توست بتعادل نص كوب عدس بتعادل مثلا 3 كوب أروز مش انه مسموح لك 1 توست هي مقدار الحصة ممكن انت يكون على الغداء عندك 3 حصة من النشويات اللي هو بطلع تقريبا كوب ونص عدس أو 3 حصة من النشويات على الفطور اللي هي بطلع 3 توست هاي مقدار الحصة الوحدة انت بطلع لها اكتر من حصة بالوجبات فهاي يمكن مش واصلتهم الناس انه لما نحكي قديش مقدار الحصة مش قديش مسموح لك قدي مقدار الحصة اللي بتعطي نفس كمية من السعرات الحرارية في المجموعات الغذائية والشخص بطلع له اكتر من حصة خلال النهار حلو طيب ام كادي عم تسألك انا بمشي على داية الي شهرين ونص وباخر شهر كالعادة بصير النزول بطيء شو الحل هلا عادة اشي طبيعي اول نزول بالوزن هلا اذا كانت الحمية صحية بيضله ينزل الوزن بعد فترة اكيد لانه عمل نزول الدهون اكتر بده بياخد موجهود اكتر فالواحد اذا بده بوزن 100 كيلو اول مثلا 10-20 كيلو ممكن يكونوا اسهل لقدام شوي مش انه بوقف او بيعلق الرجيم معظم الاشخاص بيعملوا رجيم بدون اي نشاط بدني الجسم كلما قللنا سعرات حرارية بقدر يتعود على هذا النمط من السعرات الحرارية او هاي الكمية فهون بيشخص بده مجهود اكتر بده يمارس رياضة بده يزيد حركته بده يرائب حركته فهذا اشي كتير مهم فيه روان بده اقولك على شغلة كتير حلوة انه الشخص مرات بيحكي انه بتحرك اليوم الحركة اليومية بس مرات ما بتكفي يعني انه ما بيكفي بس الحركة اليومية انا قوم امشي اتحرك اذا في كتير ابليكيشنز تنزل على الموبايل او مرات بعد الساعات اللي بتعيد سعرات حرارية بتصير تشوفي انت تقارني ما بين الحركة العادية قدي بتحرق وما بين لما تلعب رياضة قدي يعني الشخص انه لما بيصير يحسب انه عم بعمل نظام غذائي وبيحكي انا بتحرك واحنا معظمنا مش كتير بتحرك خاصة الاشخاص اللي بيقعدوا في المكاتب بصف الشخص بده يخصص وقت من حياته خلال الاسبوع للحركة الزيادة اللي هو مش متعود عليها اي نشاط بدني عشان يقدر ينزل وزن تير حلو طيب اسليمان عم بيقولك الخبز لحاله بديل عن كل انواع النشويات فقدي الحصة اللازمة اذا كان فعليا هو بديل عن كل انواع النشويات اه لهو بسأل اذا هل ممكن احنا الخبز يكون بديل عن كل انواع النشويات اه يعني بس ياتو الخبز ما بفضل ليش ليه لانه مجموعة النشويات فيها درة فيها عدس فيها فريكة فيها ارز فيها برغل فيها بطاطا فيها حتى زي الفصولي الحمراء والبيضاء فيها مصدر للنشويات والبروتين فاحنا النشويات من مصدر معين من الخبز ما رح تعطيك كل الفوائد الغذائية دائما يفضل التنويع ممكن تاخد من الخبز بيوم كل الحصص ما فيه اي مشكلة ولكن خلال نظام حياتك دائما بنحكي الريجيم نظام حياتك بما انه نظام حياتك بدك تاخد النشويات من عدة مجموعات غذائية وهذا بنطبق الفواكه والخضار عشان ناخد كل الاشياء اللي بتنقصنا لانه ما فيه نوع من الاكل بقدر يعطيك كل الفوائد اللي انت بدك ياه هاي كانت اسئلة السوشال ميديا رح ننتقلها مباشرة للقسم الثاني من فقرة تغذية ليوم الخميس وهي عن السعرات الحرارية واليوم السعرات الحرارية الموجودة بالمشروبات دائما نقول ما تاكلوا سعراتكم ما تشربوا سعراتكم الحرارية اول شي معنا هو المشروبات الغازية اول نوع اللي هو المشروبات الغازية تقريبا العلبة يعني بطلع فيها 150 سعر حرارية 150 سعرات وتقريبا من 18 معالق من السكر مشروب الطاقة تقريبا 117 سعرات حرارية طبعا مشروبات الطاقة بيسموها طاقة لانه فيها كافيين فيها سكر فيها بالزبط القهوة الباردة المعلبة القهوة الباردة تقريبا 113 سعرات حرارية فبرضه مشروب لطيف في عنا الشنينة الشنينة صح؟ وهي 180 ملي يعني هاي 180 مش مج كامل تقريبا ثلتين مج تقريبا خمسة وستين خمسة وسبعين سعرات خمسة وسبعين تقريبا سعرات حرارية ونرجع بنقول دايما عن جد ما يعني فيه ناس بيشربوا عصاير وإشياء أبول وإحنا ما أكلنا بس انت شربتي بس ضبط بكون عادة عليك يا سعرات وانت مش حاسب فيها عم بعدين بتشربيها بدقيقة يعني صح تخيلي أدعي بتاخد كالوريز ما بتعبي يعني فيه ناس بيشربوا قهوة الصبح بدلوا فطول مثلا أو بشربوا فنجانين ثلاثة بعد ما بصبط هذا الحكي أبدا مش مصبوط طيب بدأت شكركي كتير ربا اليوم أوجودك معنا أهلا وسهلا فيك وعطلة نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله شكرا للمتابعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شي جديد